مرحبا بكم في قناة تحفة يوب بن شيخ والدراجي واغلب الصحفة بتهديئة وتوقف عن تشويه بالماضي وحتى منح له الحق في حرف الاستقالة والمطالبة بحقوقه المادية وغيرها حافظ الراجي الذي اطلع يعطي نوعا من الحق لبالماضي ولا يهجمه كما كان على حسابه للصادي هذا حسب المراقب ليست تأثير تهديد سلطة الجزائرية فقط لكل الصحفة الرياضية والمحللين وكل من شنو تحمل رداب الماضي بل لكون كل محسوبين على صادي ومن منهم امتدى بالماضي من المحللين والصحافة اعترفوا وباتوا على قناعة ان بالماضي لا يزال مدربا للمنتخب الوطني وانه من الصعب جدا فسخ العقل لما يعقب ذلك من غرماس ضخمة على اتحادية الصادي والاموال ضخمة التي سيدفعها تعويضات نهيك عن تردد ورفض العديد من المدربين لعرض والصادي لكونهم يعلمون اجيدا ان بالماضي لا يزال مدربا ويرفضون قبول العرض بما ان القضية لم تصفى بعد ولا يزال الكثير من الغموض تهديئة منهم وتراجع طفيف ليس حبا منهم في بالماضي بل خوفا من السلطات وحتى علمهم يقينا لان ان بالماضي قد يستمر رغما على الاتحادية وكل صحفة والمحلل وصادي مع العلم ان السيناريو استمرار بالماضي قائم بقوة مع اسراره على رفض اي تسوية واي استقالة فحتى اقالته لن يقبلها الا اذا دفع صادي كل مستحقات وهذا لن يتم الى اذا دفع صادي كما ذكرنا اكثر من 7 ملايين يورو اقرب للمستحيل قادر على هذا الامر خاصة وانه لو فعلها مثلا سيكون مرغما على دفع من الماليين اليوروهات الاخرى للمدرب الجديد والطاقم الذي فرضا لو خلف بالماضي لهذا باته يقتربون من الاقتناع ومدركين لصعوبة اذاحة بالماضي من منصبه واستخلافه باي مدرب جديد اخر للمنتخب الوطني فالخيار الانسب هو استمرار بالماضي وتعديل العقد معه وتحديد اهداف جديدة باي شروط كانت خاصة وان بالماضي كشف استعداده لقبول اي شهر للاستمرار ربح ماجر يظل بموقف مشرف مع جمال بالماضي ويعطي درسا قويا لربح سعدان وهكذا قلب الطاولة على وليد صديو احرج المعلق حفظ دراجي امام الجماهير بداية المدرب الوطني السابق ربح ماجر يبهر الجماهير الجزائرية بخارجته القوية والمشرفة والتي لم يتوقع على الجميع برفضه المدوي لمحاولة اقحمه في قضية المدرب جمال بالماضي ما جعل الكثير من الجماهير تحييه على موقفه خاصة بعد ان كشفت مصادر صحفية عن كون ربح ماجر كانت له عروض مؤخرة ليكون ضمن اللجنة التي اخسرها وليد صديو للدرسة والبحث عن مدرب جديد اتكشفت ذات المصادر ان ربح ماجر رفض الدعوة وقرر عدم السامح للفاف ولا لصاد باقهام اسمه في قضية جمال بالماضي خاصة مع كل جدل القائم حينها مسجل ان ربح ماجر موقفا مشرفا ورائعا عكس المدرب السابق ربح سعدان الذي قبل دعوة وليد صديو رئيس الفاف ورح يسريع للدخول فيها والاجتماع رغم ان قضية بالماضي حينها لم تصفى ولم يمضي على اي استقالة وتعمدت اطراف جلب شخصيات باريزة لتشويش على بالماضي وقطع الطريق عليه وحتى انهم حاولوا ان يهينه بخارجاتهم التي استفزته كثيرا وجعلته ينتفد ويرفع تحدي في وجههم كما ان سعدان تلقى انتقادات الذي عمل الجماهير بتوطئه مع وليد صديو انهارت شعبية ربح سعدان كثيرا بعد ان كان يحظى بتقدير كبير اما ربح ماجر فشعبيته بموقفه الذي قالت الجماهير انه مشرف جدا ارتفعت شعبيته كثيرا واستحسن ورفضه كل مغريات ورفضت صوت اول الدخول في الحملة التشويهية ضد المدر بالماضي كما ان موقفه سيعجب بالماضي كثيرا ويسجل اسمه بحروف من ذهب بهذا الموقف مع العلم ان جمال بالماضي لا يزال يرفض الاستقال ولا الامضاء على اي تسوية انه متمسك بالاستمرار مع المنتخب الوطني وان وليد صديو حاليا هو في ورطة مع رفض اكتر من مدرب عرضه اخرهم كارلوس كيروش لهدف المدربين الاخرين الذين في القائمة كلهم بالماضي افضل منهم بكثير خاصة وانه مستعيد لتصحيح كل اخطائه وقدم العديد من الوعود باحداث اكبر استفاق وارجاع المنتخب لسكة الانتصارات وتتويجات كما كان في السنوات الاخيرة ماسر دعوة جمال بالماضي لتدريب نادي بارادو وخطة من وليد صدي لاقحم زدشي في القضية وهكذا كشفها بعد قبوله من العرض وتحرك عاجل من الكوتش بالماضي بداية بعد فشل كل محاولات وليد صدي لارغام المدرب جمال بالماضي على الاستقالة اطل هذه المرة كل محسوب عليه لمحاولة خداع جمال بالماضي حتى عبر استغلال اسم خيردين زدشي رئيس الفاف السابق والذي تربطه علاقة قوية مع بالماضي ويعتبر زدشي افضل من قاد الاتحادية نظرا لكون فترته شهدت افضل مرحلة للمنتخب وتتويجين كبيرين اما السن وراء بدء دعوة جمال بالماضي لسدريب نادي بارادو فليس وراءه خيردين زدشي بل هم المحسوبين على ولي الصدي الان لاضعاف جمال بالماضي وعدم ترك له اي فرصة للعودة او اي محاولة للضغط حيث يشجع جناح صدي اي فريق او اي منتخب للتعاقل مع بالماضي ودعم العرض وقبوله لتخلص نهائيا منه الاهم من كل هذه المحاولات وربطه بنادي بارادو لان جناح صدي يعلم جيدا ان هناك شق قانوني حسب صحف محلية لو قبل بالماضي عرض اي منتخب او فريق اخر يعني ذلك سقوط جزء كبير من حقوقه ويكون حينها هو من تنزل واستقال من المنتخب الوطني ولن يستطيع القيام باي ضغط على ولي الصدي لاخد حقوقه المادية او اي امل اخر في العودة والاستمرار مع المنتخب الوطني الذي سيتبخر كليا لو ردخل اي ضغط لهذا حسب مصادر مقرب فان بالماضي لن تنطلي عليه هذه الخطاعة والعرض نهيك عن كون خير دينزرش رئيس الاتحاد الجزائري السابق لكورث القدم يرفض اقحام اسمه في مشاكل صدي الحالية وغادب من محاولات صحف الزج به واستعماله كورق صدق ضد صديقه المدرب الوطني جامل بالماضي الذي يكن له كل احترام وتقدير كبيرين وفترتهما شهدت افضل مرحلة للمنتخب فواضح ان بالماضي لا يزال يرفض فسخ العقد ولا يمضي عليه حتى لو جلب فعلا وليد صدي اي مدرب اخر للمنتخب الوطني لان بالماضي مصمم على الانتقام من وليد صدي والضغط عليه خاصة اذا استمر في منعه من مغوصلة الدرب المنتخب الوطني ومعلوم ان صدي هو الاخر يرفض صمرار جامل بالماضي واكد ذلك مشيرا انه طواهله الصفحة ومن المستحيل ان يسمح له بالعودة تحت اي درف كان لكن مع هذا الضغط والخرجة القوية الجديدة لبلماضي مع التلويح بورقة اللجوء للفيفا هذا الامر اخلط حسابات صدي كما ان الجميع يترقبون كيف ستكون خطوته المقبلة لمواجهة تحركاته التقيلة والتي اربكت كل خصوم مع اسرار بالماضي في الاستمرار ما سيرت راجع كل من كانوا يهاجمون بالماضي وعلى رأسهم على بن شيخ والدراشي بداية يبدو ان المحسوبين على جناح والد صدي اخذوا امرا وتعليمات بالتهدئة مع جمال بالماضي وتجنب اثارة غضبه اكثر حتى يقبل عرض صدي ويعلن المغادرة نهائيا من المنتخب اذ بدى واضحا تراجعهم جميعا وحتى بدئهم في مدحه والسباق تمني له حد موثق مع اي منتخب اخر اخرهم علي بن شيخ وحفظ دراجي الهدان شمنا حملة ضخمة ضد بالماضي توقفوا نهائيا الان عن مهاجمته بل وصاروا يمدعونه اذ يقولوا مراقبون ان هذا التغير في موقفهم ورأه خطط مبيتة من صدي لن تنطلي على جمال بالماضي خاصة وانه تضح له كل شيء وكل ما كانوا يخفونه في قلوبهم ضده من حقل وخطط للاطاح به وحتى تشويهه بالتلفيق وتشويش وكل ما شاهدناه خاصة في الفترة السابقة لهذا تعجع بن شيخ وغيره وحد الصحفة الرياضية بتعليمات واضح